موضوعنا اليوم متكلم عن شيء اسمه Psychobiotics و Psychobiotics كلمة طلعت انتشرت قبل سنة أو سنتين كتاب كان اسمه The Psychobiotic Revolution الكاتب ما لأحد كتابه هم ثلاث كتاب وأحد المؤلفين اسمه دكتور تيد دينن كتبوا عن هذا المبدأ اللي اسمه Psychobiotic عشان نعرف هذا المبدأ مبدأ Psychobiotic من اليوم ما لدي اجتماع فلازم أروح فأتخلقكم مباشرة في الموضوع اليوم أكيد انتم عارفين سامعين عن الانتيبيوتك اللي هو المضاد الحيوي والبروبيوتك اللي هي البكتيريا المفيدة والبريبيوتك اللي هي الأكل اللي يغذي هالبكتيريا المفيدة وأتكلم عنهم كلهم بتفصيل على فكرة في دورة القولون العصبي نتكلم كل شيء اللي علاقة بالأمعاء والبكتيريا المفيدة وكذا على أكاديمية تعالية ولكن موضوعنا اليوم عن شيء مشابه لها لأنه في البيوتكس ولكن لعلاقة بالسايكو اللي هو الحالة النفسية أو العلاج النفسي فسايكو بايوتكس إذا بنترجمها حرفيا يعني عشان شيء ما قدر تكتب الترجمة في العنوان لأنه إذا بنترجم سايكو بايوتكس بنقول البيوتكس هي الحية فالانتيبيوتكس هي مضادات للحية فتقتل الأشياء الحية اللي هي البكتيريا عندنا داخل الجسم البيوتكس هي أشياء تضيف حياة إلينا فإذا هي مكملات بكتيريا نافعة يسمونها بروبيوتكس فلما نقول سايكو بايوتكس هي الأشياء الحية التي تؤثر على الحالة النفسية فأنا سميتها إحياء النفسية أي أنك تعطي حياة للنفسية أنك تعطي أشياء حيوية تؤثر على النفسية فتعريفها ممكن نقول أن أن شلون تأثير البكتيريا شون تأثير البكتيريا على الأمعاء سعي تأثير البكتيريا في الأمعاء اللي ممكن يؤثر على النفسية والعاطفة فشلون نستخدم هذه البكتيريا لكي نؤثر على النفسية والعاطفة فممكن أن نقول مبدئيا بشكل شامل أن شلون هذه البكتيريا تؤثر على النفسية ولكن إذا بندخل بتفصيل أكثر لما نسميناها سايكو بايوتكس معناتها صار فيها تدخل إنسان كأنها لأنها دوا صار أسمها كأنها دوا فصار لأن تأثيرها كأنها دوا فصار تعريفها كأن شلون أنا أقدر أغير من هذه البكتيريا أو شلون أقدر أضيف بكتيريا معينة بكميات معينة لكي أؤثر على النفسية أو لكي أحسن النفسية طبعا نتكلم عن تحسين يعني فشلون أقدر أأثر على النفسية بشكل إيجابي ولما أتكلم عن النفسية شلون أقدر أأثر على الأمراض النفسية أيضا من ناحية اكتئاب قلق التوتر وطبعا ما ذات الدراسات في بداياتها اليوم ولكن هذا المبدأ مو جديد يعني من زمان يتكلمون عن هذا الموضوع في تحسين الأمعاء في الأطفال التوحد كمثال تحسين البكتيريا إضافة بكتيريا نافعة لأطفال التوحد وشلون إنهم لما عندهم يصير في خلل في هالبكتيريا في أمعاءهم ممكن إن يأثر على شخصيتهم يأثر على تواصلهم يأثر على استيعابهم الألمي في واحدة كاتبة شيء يسمى The Gaps Diet بعد أكيد أنتوا سامعين عنها إذا عندكم اطلاع في هالمواضيع واحدة اسمها دكتور نتاشا كامبل مكبرايد كانت محاضرة عندي في الجامعة من سنين في الواقع من تقريبا شمسنا صار الحين تقريبا صار تقريبا عشرين سنة ما صار عشرين سنة فكانت تحاضرنا في ذاك الوقت وكانت ذاك الوقت كاتبة كتابها اسمها The Gaps Diet اللي هو غات ان سايكولوجي سندروم إن علاقة الجهاز الهضمي بالنفسية ولكن المبدأ يعود تاريخيا إلى أشياء أبعد حتى إبقراط ممكن نقول فيه إبقراتيز في كتب الطبية التاريخية كانوا يتكلمون كثير عن تحسين البكتيريا أو إعطاء البكتيريا اللي شايف في ذاك الوقت كانوا يسمونها ملانكوليا اللي هو كأن اكتئاب نوع من الاكتئاب نوع من الاكتئاب حيما أكبر أترجم حيما أخي قاعد يحول بين لغتين فالمبدأ قديم ولكن الحين يمكن دخل أكثر في الطب الحديث لأن اللي كتب الكتاب طبيب وهو طبيب نفسي في الواقع فيمكن المبدأ دخل أكثر في العالم الطب الحديث وبدأ ينتشر أكثر والكلمة حلوة لما تقولون سايكوبايوتكس حلو يعني أنه أنا ممكن أنه أنا أضيف دوا معين من الطبيعة شيء حيوي لكي أحسن فيه نفسيتي يعني ممكن أنه أنا أغير حالات نفسية بدل ما أعطيها مضادات اكتئاب والأدوية اللي ترخي الأعصاب وتهدئ اللي كل المناس قاعدين يأخذونها اليوم بما فيهم الأطفال ممكن أن أعطيهم شي طبيعي يحسن الأمعاء عندهم أو يحسن البوبيوليشن اللي موجود عندهم في الأمعاء ويحسن نفسيتهم ففي هذا الكتاب يذكر كذا دراسة طبعا الكتاب فيه دراسات كثيرة وحتى أكتوب بطريقة حلوة عنا ممكن تفهمونها بسهولة يذكر كذا دراسة عن أن شلون لما أعطوا فئران في المختبرات بكتيريا نافعة عشان تحسنوا ولكن واحدة من الدراسات اللي يذكرها أيضا أن شلون لما أعطوا هذا الفئران سووا لهم كأنه كأنه خذوا من هالبكتيريا من شخص مكتئب فأخذوا من أشخاص مكتئبين كمية من البكتيريا اللي عندهم في أمعاءهم وحطوها في فئران صحية فئران صاحية قصدي عادية ما فيها شيء يعني وشلون وجدوا أن زاد عندهم القلق زاد عندهم القلق والتوتر فصاروا يخافون مثلا ما أذكر إذا كانوا فئران أو لك لا حتى قالوا ما أذكر صراحة بس في دراسات الحيوانات يعني صار فيهم قلق أكثر إذا يحطونهم في مكان مغلق يحسون يبين عليهم أنهم مخايفين أختيارهم للأكل بدأ يتغير على أساس هذا القلق ودراسات أخرى سووها وين اللي خلهم يكتشفون أن في هذه الحيوانات زاد حتى الاستيعاب العلمي عندهم لما حطوا فيهم بكتيريا نافعة لما حطوا فيهم بكتيريا حيوية نافعة الاستيعاب العلمي عندهم زاد وقل الخوف والقلق فالقلق مشكلة كبيرة اليوم وفي دراسات اللي سووها على الناس اكتشفوا أيضاً أن القلق عندهم نزل اكتشفوا عندهم أيضاً أن فيه كيماويات معينة اللي عادة تفرز في المخ عشان تهدئه أو عشان تسعده في واحدة اسمها مثلاً غابا اللي هو مهدئ للعقل ويخليك تحس أن أنت سعيد يفرزون هذه البكتيريا ويزيد عند الأشخاص اللي عندهم كميات كافية من هالبكتيريا النافعة في أمعائهم حين كلها الناس عندهم بكتيريا نافعة في أمعائهم بس في ناس تقل هالبكتيريا مع الوقت أو مع العادات ونمط الغذاء كميكل ثاني أو نيرو ترانزمتر ثاني اسمه سيروتونين سيروتونين هو نوع من الهورمون السعادة بالأحرى 95% من هورمون السعادة يفرز في الأمعاء عن طريق هالبكتيريا فهالبكتيريا تزايد عندنا شيء اسمه تروبتوفان والتروبتوفان يزايد عندنا نوع من البي فيتامين اسمه نايسن والنايسن يساهم في إفراز أو في إنتاج السيروتونين اللي هو هورمون السعادة فانتوا تخيلوا احنا قاعدين نتكلم عن بكتيريا موجودة من الله في أمعائنا في الأمعاء والقلون أكثر شيء في القلون ومسؤولة عن السعادة مسؤولة عن الارتخاء مسؤولة عن السكينة النفسية فيقال أن عندنا ما يقارب كيلو واحد من البكتيريا في جسمنا من البكتيريا النافعة في أجسامنا كيلو كامل يعني تخيلوا تشيلون شيء وزن كيلو ويكون هذه وزن البكتيريا إذا يمعوها كلها مع بعض ويقارنونا بوزن المخ اللي هو أيضا تقريبا كيلو فيقول لك أن هذه الكيلو هو اللي يؤثر على هالكيلو بطريقة مباشرة فما هي الطرق التي تستطيع تستطيع هذه البكتيريا في الأمعاء اللي نحن نحطها حتى بنحطها في الأمعاء أو بناخذها عن طريق الأكل أو عن طريق المكملات وبتكون في أمعاءنا اشدخلها في المخ شلون توصل للمخ فأسرع الطرق اللي توصلها إلى المخ في عصب معين اسمه هو كأنه هايوي كأنه طريق كبير صاير بين العقل والبطن وهذا الطريق طبعا في الاتجاهين يروح يعني فيه معلومات تنزل من المخ إلى البطن وفيه معلومات تروح من البطن إلى المخ ولكن المعلومات الأكثر تذهب من الأسفل إلى الأعلى فدائما اللي صار في بطننا يؤثر على اللي قاعد يصير في مخنا ويؤثر على أفكارنا ويؤثر على استيعابنا ويؤثر على إنتاجيتنا بغض النظر عن القمر مكتمل وللقمر ما مكتمل الأشي اللي قاعدة تصير في بطننا هي اللي يتأثر وفي بعض الدراسات قالوا حين بنشوف إحنا إذا هذا هو الطريق الأساسي أو لا فخذوا بعض الحيوانات أو في هذه الدراسات خذوا هذه الحيوانات وقصوا عندهم هذا العصب شالوا عندهم يعني شالوا كأنه صلته بالمخ فشالوا صلة الجهاز الهضمي بالمخ فشافوا إنه هل إذا بنعطي هالبكتيريا بتأثر على المخ بغض النظر عن وجود هذه العصب ولا لا واكتشفوا إنه في المجموعة اللي شالوا منها هذا العصب أو شالوا اتصال هذا العصب بالمخ ما صار التأثير على المخ فهذا العصب جدا جدا مهم وحتى إذا أنت بتحط في بطنك هالبكتيريا ومو موجود هالعصب بتنتقل بدرجة أقل بكثير بتقدر تحصل نفس النتائج فهذا التواصل اللي يصير بين المخ وبين الجهاز الهضمي جدا جدا مهم على ما يقول لك المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء لأن إذا معدتك خربانة وقاعدين نتكلم طبعا نقول إحنا معدة داما نتكلم عن الجهاز الهضمي نسميه معدة ولكن الجهاز الهضمي هو في الواقع معدة وأمعاء وقلون وأشياء كثيرة متصلة في بعض ولكن إذا بنشيل العصب اللي يوصل هذه المعلومات إلى المخ لن نحصل على نفس النتائج الإيجابية فلما نبدأ ننظر إلى العالم اليوم ونبدأ ننظر إلى الأشياء اللي نقعدين نسويها فيها البكتيريا يعني نشوف إذا نقول أن الجهاز الهضمي أو الأمعاء هي مركز هذه البكتيريا وإذا نقول لك هذه البكتيريا هي اللي تصنع كل هالكيمويات اللي يحتاجها مخك لكي يصل إلى السعادة لكي تتفادى الاكتئاب وتتفادى الهلع والقلق شنو قاعدين نحن نسوي في هذا المركز المهم اللي هو كأن حقيبة تجلس في وسط البطن في وسط الجسد في مركز الجسد ولكن ماذا نفعل اليوم بهذه الحقيبة شنو قاعدين نحط فيها الحقيبة فمساعة قاعدة أفكر يعني أقول شنو بعض النقاط اللي ممكن أذكرها اللي ممكن أن نحن قاعدين ننظر هذه المجموعة من البكتيريا اللي الله خلقنا بها شنو قاعدين ننظرها وشنو قاعدين ننفيدها فالبيبيز لما ينولدون يحصلون مجموعة من البكتيريا النافعة عن طريق الأم فعن طريق يعني أثناء الولادة في قناة الولادة ياخذ البيبي يستنشق كثير من البكتيريا النافعة اللي تنفعها مدى الحياة وبعدين سبحان الله حليب الأم معروف أنه يحتوي على الكثير من البريبيوتكس البريبيوتكس هي مغذيات البكتيريا النافعة فالله كأنه يهيئك أنت كامل ما فيك أي شي غلط تمر في القناة الولادة تاخذ من هذه البكتيريا أثناء خروجك إلى الحياة وبعدين تاخذ من حليب الأم لكي تنمي هذه المجموعة من البكتيريا اللي انتخذتها لأنه ما تحتاج أن أنت تاخذها بشكل متواصل كثير ما تحتاج أن أنت تغذيها بشكل متواصل فهالبكتيريا تعتمد عليك عشان تعيش وأنت تعتمد عليها عشان تعيش أيضا فجزء كبير منها يكون الجهاز المناعي أيضا أتكلم في هذا الموضوع أيضا بتفاصيل كثيرة في دورة المناعة نتكلم عن علاقتها البكتيريا بالجهاز المناعي ومن وإني نشتريها وأين وعاخذ وش كثير أخذ وهذه كله 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 ففي دورتين المناعة والقلون العصبي ولكن اليوم قلت أنا بس أبي كأني بس أخطو خطوة إلى الوراء وأبدأ أنظر إلى الشيء اللي نحن قاعدين نسوي ماذا قاعدين؟ ماذا نضع في هذا الكيس اللي هو في مركز الجسم اللي يحتوي على بكتيريا جدا مهمة نحتاجها للسعادة أولا يقولون لي نحن نعيش مرة واحدة خلا نعيش خلا ناكل اللي نبي يعني أو مثلا فلان ما عنده مشكلة وزن خلاص خللي أكل اللي يبي أكله قاعد يأثر على حالتك النفسية قاعد يأثر على قابليتك للاكتئاب قاعد يأثر على قابليتك للقلق والهلع الخيارات اللي تتخذها بشكل يومي أمس واحدة كاتب على تويتر فلان كاتب عندي مشكلة كذا كذا وواحدة ثانية رد عليه قالت لا تابع علي المؤيد وواحدة ثالثة رد عليهم قالت لا تتابعها لأنك بتكتئب مزين؟ فهذه النظرية أنه أنا خليني ما ببي أكتئب ما ببي أثقف ما ببي أعرف شي لأنه أنا ببي أعيش حياتي سعيد أبشرك على المدى الطويل ما تتيب لك سعادة هالأكلات وأنا طبعا مبمع أن الواحد يكون صارم لدرجة أن حياته تعتفس ولكن نبدأ نثقف أنفسنا ونبدأ نوعا بأن كل قرار أنا أتخذ اليوم من ناحية أكل ممكن أنه يغذي هالبكتيريا النافعة وممكن أنه يقتلها وهذا القرار ما أتخذ بس على أساس أنه بيصير فيني إمساك ولا ما بيصير فيني إمساك ولا عندي قلون أو ما عندي قلون أتخذ هذا القرار على أساس أنه سيؤثر أيضا على صحتي النفسية سيؤثر أيضا على أنا بقوم باتشرا الصبح سعيد ولا حزين أو إذا بتصير فيني نوبة هلا على الليلة ولا لا شنو بيصير فيني اليوم يعتمد على صحة البكتيريا اللي عندك في أمعائك ويعتمد على أنت غذيتها ولا لا فعشان تغذيها تحتاج الكثير من الخضروات الكثير من الفواكه الكثير من السلطات الكثير من الماء نحتاج أن نحن نغذيها يعني ذهية موجودة نحتاج أن نحن نغذيها الأشياء اللي تذبحها ممكن يعني فإحنا قاعدين أولا ما نقاعدين نغذيها ما نقاعدين نغذيها كفاية بعدين تحتاج كثير من التنفس تحتاج الكثير من الأكسجين عشان يكون فيه بيئة حيوية موجودة في جسدك ما عندك تكون بيئة ميتة ما يزرع فيها شيء ما يعيش فيها شيء تحتاج تتنفس في الواقع كثير من هذه البكتيريا النافعة ما نحصل عليها فقط عن طريق الأكل أو المكملات نحصل عليها أيضا عن طريق النفس عن طريق التنفس تعرفون الأشياء تدخل في الجسم بطرق مختلفة تدخل عن طريق الجلد تدخل عن طريق شيء بلعتها شربتها أو حتى تنفستها فإذا تروح في أماكن تزيد فيها الخضروات أو تزيد فيها الأعشاب والخضار والزرع يعني عامة ممكن أن أنت تتنفس بكتيريا مفيدة أيضا لأنها تتكاثر في هذه الأماكن فإذا أنت طول يومك قاعد تتنفس في مكان مغلق أنا هاليوم عندي قصة طويلة عريضة مع هالبخاخات المعطرات الجوية اللي يسوونها كل يومين يطلعون لي بشي في المكتب في البناية اللي أنا فيها أمس طالعين لي بشي حطين بخاخ جهاز هالكبر في الكوريدور في الوسط بين المصعد والمكتب ما قدر أتنفس وطبع أنت تخلي الريحة من تحت الباب يعني ما قدر أتنفس فأشتكي ويقصة ويقول لي لا الناس مشتكي لأن تبي رواقع حلوة في المكتب عشان لما يونهم العملاء يشمون شي حلو حبايب قلبي لما تشمون شي غير صالح للشرب أو غير صالح للأكل معناته هو أيضا غير صالح للاستنشاق لما يكون هو غير صالح للاستنشاق أيضا معناته بيضر جسدنا إذا عندك أي شي حي في جسدك سيتم قتله أو سيتم التأثير عليه فأنت مو بس قاعد تشرب وتاكل والمفروض قصد أن تشرب وتاكل أشياء بتزيد الأشياء الحية اللي عندك في جسمك عندك كيلو كامل لازم تغذيهم بشكل يومي أكلتم اليوم كل شي صحي استنشقت شي صحي ولا لا قليل ناس يتنفسون في الواقع قليل قليل ناس جدا يتنفسون فما عندنا كفاية بكتيريا أو حتى إذا عندنا قتلناها وممكن أن نقتلها زيادة بالمضادات الحيوية طبعا هي مضادات حيوية فهي ضد الحيوية فتقتل أي شي عندك حياة فيه طبعا المضادات الحيوية لها دورها في الحالات المستعصية جدا ولكن معروف اليوم أن كثير من الحالات المضادات الحيوية اللي تعطى لها المضادات الحيوية ما نحتاجها وتعطى بشكل متواصل تعطى للأطفال اللي فعلى المدى الطويل بسبب لك نقص في هالبكتيريا النافعة وبسبب لك مشاكل هضمية وممكن أن يسبب لك مشاكل نفسية أيضا أغلب الظن بسبب لك مشاكل نفسية في الواقع أنا لما كنت مراهقة كان عندي حب شباب يعني والله لو أراويكم صور الحين حرام يعني حبتين ثلاث لو بس حط عليهم زيت شجرة الشاي ولا حط عليهم صبار ولا أي شي كان راحا بس طبعا لنا أكلي كان تعيس فرحت الطبيب وحطني على مضاد حيوي لمدة سنة سنة بدون مبالغة مضاد حيوي اسمها وطبعا عفس لي جهازي الهضمي على الآخر يعني وما زلت وعاني من هذه المشكلة فطبعا الأشخاص اللي كان ما عندهم كفاية رضاعة طبيعية مثلا لما كانوا صغار اللي هو أنا يمكن ولادتهم ما كانت طبيعية يمكن كانوا مولودين بالقيصرية الأطفال القيصرية يحصلون على بكتيريا أقل من الأطفال اللي مولودين ولادة طبيعية ففي عوامل أخرى ممكن أن تزيد الطين بله الأكل طبعا إذا كان تعيس فأنا حصلت على جرحة كبيرة من هذه المضادات الحيوية ما زلت قاعدة أدفع الثمن اليوم لأن قولوني على أين تفت شيء ممكن أن يتهيج أو جهاز الهضمي عامة يعني فلازم أحاسب 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 فعلا فعلا أحاسب وطبعا مع العمر لازم تحاسب أكثر لأن في أشياء كنت تسويها من تصغير ما تقدر تسويها من تعود وبعدين بشكل متواصل اليوم ما زلنا نأخذ المضادات الحيوية ولكن في مضادات حيوية قاعدين نأخذها أيضا في السلسلة الغذائية يعني لا تفكر فقط في المضاد الحيوي اللي أنت أخذت من الطبيب تفكر أيضا في المضاد الحيوي الذي يعطى للحيوان ممكن اللي هو قاعد يتخلك عن طريق الحيوان عن طريق الأكلات الحيوانية فمثلا إذا المضاد الحيوي إن عطى للبقرة الفلانية والبقرة سوت حليب وانتكلت الجبن وهذا بيجيك مضاد حيوي سلبي كأنك أنت قاعد تستلم من أماكن أنت موحط بالك عليها ممكن أتيك مضادات حيوية من حين كل هالأشخاص اللي يأخذون هالمضادات الحيوية ويروحون الحمام الله يعزكم وتطلع فضلاتهم في المجاري ويدخل تدخل المجاري في سقي النباتات تروح المجاري في التتصفة وبعدين تعطى كماء أو تصير ماء حنافية أو حتى تنقط في البحر ويأكلونها السمت والطحالب فأنت قاعد تيك مضادات حيوية أيضا بشكل سلبي من العالم عامة سويت ولا ما سويت فأنت في هذا الوقت ضروري جدا أن أنت تعود لهذه البكتيريا النافعة على هيئة مكملات ولكن الأهم أنك أنت تعود إلى الأكل المفيد عشان حتى إذا عندك بكتيريا واحدة موجودة في جسمك تقدر أنت تغذيها وتخليها أية تتكاثر فالهدف دائما يكون مو أن بس أنا بأخذ بكتيريا ولكن أيضا كيف أواصل غذائي لكي أغذيها فقالت كم يوم يوم سويت لكم هذه الزبادي اللي هو الخيار باللبن ولبنا كريمة الكازو وسويناها كأنها روب فحطينا فيها بكتيريا نافعة وسويناها نافعة للجسم اليوم هذه الأشياء المتخمرة تفيد الجهاز الهضمي طبعا حين صارت موضة مثل هذه الأيام كان الكيل والعصير الأخضر حين صارت هذه الموضة وهي شيء زين الحمد لله ترتفع سمعتها فبالعكس كل ما أخذتوا زيادة من الأشياء اللي فيها بكتيريا نافعة يكون أنفع للجسم فنحن في نفس الوقت لما قتلناهم بالمضادات الحيوية قتلناهم بعدم التنفس والجلوس في أماكن مغلقة واستنشاق أشياء ضارة قتلناهم بعدم أعطاهم الأكل المناسب اللي هما يتغذون عليه قتلناهم حتى ممكن بالأكل الحار قتلناهم بالأفكار السلبية قتلناهم قتلناهم وبعدين نقول أن أنا أعيش حياة سعيدة وأنا أستنس في حياتي فلما نأخذ هذه الخطوة على ورا ونبدأ نطالع المجتمع ككل حتى العالم كل من بس المجتمع ما نستغرب من الاكتئاب اللي قاعد يصير من الحالات الهلع والقلق اللي قاعد تصير الطلب على معلومات القلق والهلع والخوف اللي قاعد يصير فهو قاعد يقول لك الحين في شيء اسمه هذه السايكوباياتيكس هي بكتيريا نافعة ندخلها في الجسم وتستعمل كمضاد حيوي وأنا الحين قاعد أقول لك أن أنت الله عطاك إياها كمضاد حيوي قصتي تستخدم كمضاد اكتئاب طبيعي هذا مضاد الاكتئاب الله عطاك إياه فطرياً ولكن إحنا خربنا، إحنا عدمنا إحنا قضينا عليه وبعدين نستغرب لما نشوف أن المجتمع كل بما فيهم الصغار اليوم طبعاً المراهقين الهلع والخوف والقلق على كيف كيف كم طبعاً في عوامل كثيرة يعني تؤدي إلى ولكن هذه منها لأن إحنا عندنا الكيس اللي هو يحدث في هذا التفاعل الكيماوي اللي نحتاجه للمخ كيس قمامة كأنه كيس قمامة ونرمي فيه أشياء وشورما في اليوم الخميس شورما معجنات بيتزا على كيف كم فأتينا أشياء صعبة الهضم، أتينا أشياء حيوانية يمكن يكون فيها مضادات حيوية سلبية تفاعل سلبي يعني قسدي على كيف كم فلا نستغرب لا نستغرب ولكن أن نحن لا نستغرب فاليوم جوجل عندك عندك كتب عندك يوتيوب ما عندك عذر اليوم عن أن أنت شلون اليوم ما قاعد تغذي هذه البكتيريا اللي عندك أو شلون ما قاعد تاخذها كمكمل أو شلون ما قاعد تغذيها لما تاخذها كمكمل فمهم مهم مهم كيف ممكن نحيي الحالة النفسية ونرجعها إلى ما كانت عليه قبل ما كانوا الناس كلهم مكتأبين وكلهم خايفين مثل اليوم لأن أنت عندك مركز مهم جداً اللي هو مسؤول عن هذا الشي في بطنك وانت قاعد ترمي فيه أشياء ما تساعدها أشياء ما تساعدها يعني بكل بساطة أبسط مثال أن أنا لما أكل ثقيل أو أكل غلط أو أكل شيء صعب هضمة وأنام أحلامي في الليل تصير مزعجة ليش؟ لأن هذا الهايوي يصير كأنه فيه ترافيك شارع هو بين بطنك وبين مخك ذح ما تصير فيه في الليل لأن مسجات 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 الرسائل رسائل رسائل متواصلة ولكن لأن الجهاز الهضم يتعبان وقاعد يهضم بتعب الرسائل قاعد تصير سلبية ونفس الشي قاعد يصير وإحنا واعيين على فكرة ولكن ما نلاحظ وايد لأن إحنا واعيين العقل اللاوعي ممكن أنه يسكتك يقول لك خلص ما في شيء ترى يلا أكد الدنيا بخير ما في شيء فأقبت لك مرة ثانية فكرة سلبية ولكن لا 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 ما في شيء ما في شيء وإنت نايم العقل اللاوعي نايم فما يقدر يمنع هذا الكابوس فتدخل هذه الأفكار السلبية المخيفة المقلقة بشكل أكبر لأن شارع مفتوح وصير فيه زحمة وما في أحد يردع ولكن إذا أنت هذا الشي قاعد يصير فيك بشكل يومي يعني واحد من لا تذكر واحد من الفيديوهات اللي كنت أطالعها يقول لك أن نحن يستغرب هو يقول أستغرب لما نتعلم عن الكم الهائل من الرسائل اللي توصلنا من البطن إلى المخ يستغرب أن شون حتى نحن نقدر نفكر أصلا في حياتنا من كثر هذا الكم الهائل من الرسائل اللي قاعدتين أو لأن البيئة اللي موجودة بكتيريا سلبية فيقول لنا استغرب شون يقدرون حتى يفكرون في حياتهم من كل هالرسائل اللي قاعدتين من الأشي العفسة اللي قاعدت تصير فبشكل متواصل أنت في يومك كأن شغلتك تردع هذه الأفكار السلبية وهذا واضح أنتوا تشوفوا اليوم مدارس الوعي تشوفوا مدارس التفكير الإيجابي تشوفوا الأفلام اللي طلعت عن التفكير الإيجابي ليش؟ لأن الكم الهائل اللي قاعدينه من البطن من التفكير السلبي صار وائد أعلى من قبل فلازم أنا الإشعاقلي الوعي أبدأ أتعلم بسرعة وأضغط عليه ولكن هو في الواقع أنا بس إذا أحسن الجهاز الهضمي بقلل هذا اللود اللي صاير على المخ مال إذا فهمتوا أو لا؟ إن شاء الله فهمتوا ولكن هذا مبدأ جميل جدا وممكن حتى تطرحه مع طبيبك لأن الآن صار مبدأ شوي طبي وهذا الكتاب حلو كبداية نتناقش فيه حطوا لي رأيكم في التعليق ودي أسمع رأيكم هل يؤثر جهازك الهضمي على أفكارك وهل يؤثر أكلك وخيراتك اليومية هل تؤثر على جهازك الهضمي والبكتيريا التي تعيش فيه واللي حاب معلومات أكثر معلومات إضافية بعمق أكثر دورة القلون العصبي أتكلم فيها بتفصيل حق اللي عنده قلون واللي ما عنده قلون أتكلم فيها عن صحة الجهاز الهضمي أتكلم عن الإمساك وعن الإسهال وعن البكتيريا وعن القلون وعن المعدة وعن جرثومة المعدة وعن أشياء كثيرة لها علاقة بالجهاز الهضمي لأن فعلا فعلا صحة الجهاز الهضمي هي المستقبل هي اللي بتحدد مستقبلنا كمجتمع بنمشي بسعادة ولا بنواصل بقلق هالجيل والجيل القادم شكرا لكم أنتظر أسمع منكم